هذا هو المثل في التوحيد إن أخبرك كذا لدينا انخبارك لأن أقبل الأمر لأن الله سبحانه وتعالى أي عبادة إلا بالتوحيد وليد خلق جنة إلا موحد وتكثير الحسنات وتكثير السيئات دعوة الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم سبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا نقع في الشرك ثم قد يسألك سائل يقول لك هل أنت موحد يقول نعم أنا موحد يقول لك ما هو التوحيد إذا عرفت التوحيد هذا معنى أنك موحد ولكن إذا لم تعرف التوحيد يقول أنك كاذب في قولك أنك موحد يقول لك ما هو الشرك الذي يحرم الله عليك وأنت تتبرع من ما هو يقول لك قد يقول لك قد تكون مواقع في الشرك الأكبر أنت لا تدري عنه يقول لك قد تكون موحدة يقول لك قد تكون موحدة يقول لك قد تكون موحدة يعرف الأشياء التي لا بد أن يأتي بها والأشياء التي لا يمكن أن يأتي بها كذلك التوحيد يقول لك قد تكون موحدة يقول لك قد تكون موحدة هذا هو السؤال الأول لماذا لا تكون موحدة التوحيد هذا هو أول سؤال لماذا تكون موحدة التوحيد لك قد تكون موحدة التوحيد